ايضا هنقول لكم بيان صحفي ايضا جاء من المركز المصري للدراسات للفكة والدراسات الاستراتيجية والبيان الصحفي ده بيقول تابع المركز المصري للفكة والدراسات الاستراتيجية البيان الصحفي الصادر اليوم عاقب اجتماع مجلس الوزراء بشأن التحرك الناشط التي تقوم به الدولة في مجال الاستثمار يثمن المركز المصري النتائج التي اعلن عنها السيد الدكتور مصره مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول موافقة المجلس على اكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كينات كبرى بهدف جزم الاستثمار الاجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي ويؤكد المركز ان هذه الصفقة تعبر بالفعل عن اهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة بكل الامان التي تحملها والطموحات التي اتسعى اليها كما يرى المركز ان هذه الصفقة تعتبر البداية الحقيقية والعملية لجزب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وبما يؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرتها على مواجهة كافة التحديات والانتقال لمرحلة جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص وبما يصب في النهاية في صالح المواطن المصري وسوف يظل المركز المصري يتابع هذه التطورات الايجابية مسخرا كل امكانياته البحثية في تقديم الدعم والمشهورة من اجل المساهمة في دعم الاقتصاد المصري ده البيان الصادر من المركز المصري الفكري والدراسات الاستراتيجية تعبيرا ايضا عن ايضا سعدته وتقديره لما تم الاعلان عنه من صفقات استثمارية كبرى